بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبلش بالدرس الخامس من الدروس التعليميه للجابا سيكريبت المرة الماضي حكينا عن وعن الـ وعن الـ وحكينا عن الـ اليوم في عملية بس جديد رح نحكي عنها اللي هي بالـ اللي هي عملية المود وتكتب هذا الشكل اللي هي الـ هاي المود بتكون قيمتها يأما بتطلع معاي رقم يأما بتطلع معاي زيرو يعني ممكن انه تطلع زيرو او تطلع احد الارقام واحد اثنين ثلاث او حسب المود اللي بطلع معي ممكن كمان تطلع سواله هلأ هاي بكون نتيجتها بكون نتيجتها true تطلع نتيجتها true اذا كانت رقم اي رقم بيكون عندي اي انا ديجت اوكي اما اذا كانت قيمتها zero فهو هون بيكون قيمتها false فهون تعطيني نتيجة مش هي logical operations اذا كانت رقم فهي بتعطيني true اما اذا كانت zero فقط zero فهي بتعطيني false يعني مثلا لو حطيتها بـ الف statement وكانت عندي نتيجة المود اللي هي رقم فهون بيكوني condition true وبيفوت على الف statement لكن اذا كانت نتيجة المود zero فهون ما بيفوت على الف statement طبعا هلأ هلأ نطبقها ونشوف انه وين رح تكون موجودة اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الريبيت اللي هي الفورلوب حكينا المرة الماضية من الأشياء اللي بنستخدمها في عملية التكرار اللي هي الوايل لوب اليوم رح نحكي عن الفورلوب الفورلوب نستخدم فيها فور اللي هي الكلمة المحجوزة وبيجي معها هدول القوسين بدنا نحط فيهم ثلاث أشياء هاد عبارة عن انه كيف نكتبها اول شي طبعا توسي مي كولن ايش نحط فيهم خلينا نشوف اول فراغ رح نحط فيه هم ثلاث فراغات بهذا الشكل اول فراغ رح نحط فيه الانيشيال فاليو ايش يعني انيشيال فاليو بعرف فيريابل هون او بعرفه برما في مشكلة بس انا مفضل دائما اعرفه جوه فيريابل اي مثلا ايكوال زيرو هاي ايش انيشيال فاليو اعطيته انيشيال فاليو هلا الفراغ التاني رح احط فيه الكنديشن ايش هو الكنديشن اي كونديشن انا بديه مثلا ممكن هون احكيه له فور اي ايكوال زيرو هون اي اقل او يساوي هي اللي اخدناه المرة الماضية عشرة اما في الفراغ التالت فهي رح تكون عنا الانكريمنت الانكريمنت عادة هون بنستخدم البوست انكريمنت بنعمل اي بلس بلس طبعا بصير هون نحط اللي هي البري انكريمنت او ممكن احط البوست ديكريمنت او البري ديكريمنت حسب يعني السؤال ايش بيكون اوكي هاي بالنسبة لطريقة كتابة الفور لوب هلا تحتها دايما بيجي 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 طبعا نفس اللي بالفستيتمنت وبالوايل لوب انه اذا كانت جملة واحدة بدونهم اكتر من جملة ضروري فيه هلا احنا هون لو جو هاي الفور لوب ارجعنا كتابنا او نعمل خلاص بمأنها أولها document.write طبعا هون رح تعمل لي نفس عمل الواي اللوب اللي حكينا عنها المرة الماضية document.write هون اعمل لي tag و جنبه اطبع لي بالconcontination لو جينا نجربها save reload رح يطبع لي الارقام من 0 لعشرة. 0 بلش من الانيشيال فاليو اللي هي الاي وطبع لي ياها وضل يطبع فيها لحد ما صار عندي condition هون فولس لما صارت 11 condition فولس طلع من الفورلوب. هاي بالنسبة لها طريقة الفورلوب طبعا الشكل البسيط جدا. هلا في عندي رح نحكي عن شغلة من المستخدمين بالفورلوب اللي هي اشي اسمه break واشي اسمه خلينا احطهم كومنت بس في اشي اسمه break وفي اشي اسمه طبعا عبارة عن كلمات محجوزة والاشي التاني اللي هو continue التنتين متل ما حكينا كلمات محجوزة بالنسبة للبريك البريك بتعملي بتعملي بريك بريكينج هاي طبعا بنحطها مع اللوبد عادة او دائما بنحطها يعني مع اللوب او مع الف مرات كمان طيب هاي اش بتعمل عندي breaking the current the current code that contains multiple statement اوكي هلا في البرائك هي بتعمل breaking the current code that contains multiple statements اذا كان عندي هون اكتر من جملة جوا الفورلوب انا قررت انه لما يصير عندي الشرط هذا الفلاني بدي اياك تعملي break يعني تطلع من الفورلوب ما تكمل ما تكمل تكرارات يعني مثلا هون لو وصل لثلاث احكي له break هلا ارحشوف كيف نستخدمها احكي له خلاص break يعني stop لا تكمل اما ال continue فهي كمان كلمة محجوزة شو بتعمل بتعمل عبارة عن عملية skip skip to the current 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 statement and continuous with the next يعني هاي ما بتطلع لي من الفورلوب دغري لا بتروح بتعمل skip لهذا الشرط مثلا انا عند i equal 3 حكيت له انه اعملي continue continue يعني اعمل عليها skip وروح على الجمل اللي بعدها او اطلع خلاص من هاي وروح على الشرط اللي بعده طبعا هون دائما بعد break رح يطلع من الفورلوب اما بعد continue بالفور عادة بالفور بنعمل ايش بنزيد على الكاونتر واحد هلا رح نشوف استخداماتهم التين تين لو جينا هون بدنا نستخدمها بفورلوب بهذا الشكل خلينا ناخد عليها مثال جيت انا عملت فور نفس الشي هون الانيشيال باليو هي variable i equal zero او خليها هون equal one بحط سميكلون بعدين الكونديشن اللي هو i اقل او يساوي 10 وهون الانيكريمانت اللي هي i plus plus طبعا هون مش بس i plus plus ممكن اني اعمل i equal i plus two او اي اشي تاني انا بدي هلا جوه الفورلوب رح اعمل جوه هدول بدي كمان فورلوب طبعا بصير هاي عبارة عن نستد لوب نستد لوب اسمهم بمئنهم two for loop within other اوكي فورلوب رح اعمل هون variable تاني اسمه j ورح ابلشه من الone والكونديشن خليكن عندي j اقل او يساوي 5 و j plus plus اوكي هاي بالنسبة للانكريمانت هلا جملة فور التانية بدي كمان يكون جواها جمل تانية اللي هي رح احطهم كمان جوا بريسز شوف كل بريسز تابعين لاخر لوب لهم وزي ما بتشوفوا انا بكتب كل بريسز ووراها يعني الاشي اللي بدي يسكرها دغري لانه عشان ما انسى انه اذا نسيت يعني ممكن انه ما يشتغل الكود طبعا الجابة سكرب دقيقة جدا اذا كان في عندي غلط باحد الاشياء ما بتشتغل الصفحة كلها مش بيعمل سكيب على الاشي اللي في ارور اوكي طيب هلا هون الجملة لفور التانية بدي اعمل شوفوا هون عم بعمل نستد لوب واعمل جواها كمان اف اف اي ايكوال ايكوال تري بدك تعملي جملة واحدة بس اللي هي بريك لاحظوا ما حطيت هاي ما حطيت بريسز لانه بس جملة واحدة بدي اللي هي بريك اللي حكينا عنها اوكي اللي هي جملة بريك تابع على الاف في ستيتمنت هلا اذا الشرط هاد ما تحقق ما بدي احط كلمة else بدي اعمل بدون else يعني اتحقق او ما تحقق بدك تعملي هذا الاشي اللي هي document.write للج اوكي خلينا نتبع الكود ونشوف ايش بدي اعمل اول شي عملت فور لوب هذا الفور لوب يبلش من واحد لعشرة عندك بعدين عمل جواه وكمان نست اللوب اللي هي فور لوب يبلش من واحد لخمسة هلا هاي الفور لوب كل مرة ما بدي ادخل عليها بدي اعمل او بدي اسأل اذا صارت عندي الاي اللي هي بره equal equal 3 بدك تعمل break طب هاد الbreak اش بدها تعمل حكينا break بتطلع من الـ current code that contains multiple statement يعني break بتصير الbreak تدور على for loop انا فيها بتطلع بتدور على اول for loop بوجهها وبتطلع منها اوكي فبتروح هون اول ما طلعت منها بتروح بتعمل i plus plus هون اوكي اذا بتعمل break للfor اللي هي موجودة فيها هاي بتصير تدور انه break لمين تابعة للf هاي الif هاي لمين تابعة للfor هاي اذا رح اطلع انا من كل الfor هاي كل ايات انا رح اطلع منها ورح اعمل i plus plus اوكي اللي هي ازيد واحد على i document dot write la j لو جي reload مثل ما بتشوفو هون هون كان مفروض انه نحط كل مرة br حتى يعني يبين معنا طبعا هون لازم هاي concatenation اوكي هلا هاد من 11 هاد الكود اللي بالاول عملنا خلينا نشوف اللي تحت طيب هلا هون اول شي طبعا لنا الارقام من واحد الى خمسة مزبوط مثل ما انا حكيت لنشوف الكود اللي هو اول مرة لما كانت i تساوي واحد طبعا للارقام من واحد لخمسة لانه document.write لما انا في هون document.write لما انا فتت على الفؤر لوبة التانية اللي هي من واحد لخمسة هذا الشرط ما تنفذ لانه i لسات ها واحد فهو عمل لي عن طبع الخمس ارقام مثل ما هم وتانية مرة لما كانت i اتنين كمان رجع فات عليها وطبع لي اياهم وتالت مرة لما كانت i هون كانت واحد اتنين تلاتة واحد اتنين هاي عند تلاتة هون عند i لما كانت تلاتة طبعهم المهم انه ظل يطبع فيهم خمسات خمسات لحد بس انه الاشي الواحد اللي عملله سكب انه لما كانت هون i تساوي equal equal 3 ما طبعها هون لما كانت i تساوي equal equal 3 ما طبع لني عندي الاعداد من 1 الى 5 يعني هون المفروض انه هدولا عبارة عن 9 خمسات يعني هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مظبوط اذا هون لما كانت عندي i equal equal 3 عملة break مش خلص ترك 4 loop التنتين بس ترك هاي هي تابعة لها break هاي بالنسبة لاستخدام break مع listed loop هيك بي كون حكينا عنهم هلأ لو جينا نعمل continue ممكن انه هون بدأ break لو جينا عمل continue خلينا نشوف اش رح يصير تغييرات لما هون i equal equal 3 مش break من كل loop لا بس اعمال continue اوكي اذا هون لما لما خلص مش انه ترك كل اللوب لا لما صارت اي عندي equal equal 3 كان يعمل continue انه خلص يترك الجملة اللي بعدها ويروح على J plus plus هناك بالbreak كان يطلع من الفور كلها اما هون بالcontinue لا بس بعمل انه بعمل increment ما بطلع من الفور loop كلها اوكي هاي بالنسبة لا استخدامات الcontinue والbreak الشغل الاخير اللي رح نحكي عنها اللي هي اللابeling لالفور continue and break اوكي اللابeling test رح ناخذ هذا المثال طبعا عليها حتى انه نشوف كيف نستخدمها هلأ بالنسبة لال هي عبارة عن block element كيف يعني block element يعني انا بروح بكتب هاي جملي كليات اللي هي انا كتبتها من هون لهون بدي اعمل لها اسم هذا الاسم بدي اسمي stop بدي مثلا حكيت stop stop لإيش اعملي طبعا هاي بما انها block فانا رح اعمل prices لإلها كيف switch بس هذيك switch بنحط معها condition لا هون step عبارة عن اسم لعدة جمل هذي العدة جمل بدي اعمل جواها break continue لما انا بدي يعمل break ما بدي بس يعمل يعني هون بتلاحظ انه لما عمل continue عمل j plus plus اوكي ولما عمل break عمل هون i plus plus انا لأ بدي لما اعمل break يطلع لي منهم كليات هم اوكي انا هذا الاشي بقدر اعمله من خلال label هاي label بعمل لها اسم وبعدين بنفذ اللي بدي فلو جيت هون اطبقها هاي لو جيت انا اعملها هون على الجمل اللي انا عملتهم اللي هي اسميها stop بحط زي هيك نقطتين وهدول كلهم بحط بين prices من اول هون لاخر هاي هاي هون لما جيت عمل continue او خليها على break بدي يعملي break لمين مش break لحالها بدي يعمل او لط break ل اللابل اللي اسمها stop خلينا نشو هيك اللي هي لها stop اوك save شوفوا هون لما اول طبع لي لما كانت اي تساوي واحد طبعهم ولما اي كانت تساوي اثنين طبعهم ولما تحقق الشرط لما كانت اي تساوي تري عمل break ما كمل ولا عمل اي بلس بلس عمل break من call stop طلع منها كلها وما كمل هناك بالمرة الاولى كنت لاحظت انه كيف كمل اوك هاي بالنسبة ل ل طبعا اللابل كتير مهمة ومفيدة بالالعاب خاصة لما نصر نصمم العاب بالجافا سكرت كتير مفيدة بس نشوف هذا المثال اللي عنا اللي هو break label test او continue عملنا هون stop هاي stop وعملنا labeled block اللي هي هاي for statement وحطان الامجوها من 1 لعشرة نفس الشي وعملنا نستدلوب وعملنا فيها نفس الشي وهون عملنا break لل stop هاي break لل stop jump to end وفي stop block هاي ايش بتعمل لما نعمل break لل stop بتروح بتعمل بتدور على وين نهايتها لل stop هاي the prices تبعتها وين نهايتها هي ضواليها اللي هي هون end block labeled stop فلما تنفذ عندي break رح يترك كل هذا الاشي the following line is skipped ورح ينزل لنهايتها ويطلع منها طبعا رح يطبع ما بعد stop اذا كان في عندي برنامج بعد ما تسكر stop خلاص بيكمله طبعا 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 هاي نتيجته هذا البرنامج هاي هي نتيجته وهيك بيكون خلاص درسنا لليوم تعلمنا الفور الفور طبعا جملة جدا مهمة وكتير مفيدة وحلوة كمان وعرفنا عن المود كمان وهيك بيكون خلاص خلاص